أنا بقول لك دلوقتي أن أفضل غذاء على وجه الأرض على وجه الكون أنك تجيب الطمر أو البلح العجوى أو الصغير وتقطعه من غير نوى وتقطعه من غير نوى وتحط عليه عسل نحن وتدي للطفل الولد أو البنت الصبحية واحدة تمرة واحدة بعسل من أول سن سنة لغاية إلى ما شاء الله لغاية 90 سنة 100 سنة كل الأمراض تقطعه بك أولا البلح مع العسل العسل بيزود نصاص الكالسيوم 30% وأغنى عنصر بالكالسيوم على وجه الأرض والحديد والبوتاسيوم هو مين هو البلح فالبلح غذاء كامل الدس يبقى التمرأ والبلح أنا ديته للناس يبقى عليكت إيه هشاشة العظام وعليكت إيه الأنيمي وعليكت سوء الهضم أنا جربت مع جامع كنت جامع ده فيه ألف واحد قلت لهم أنا نفسي متنصيحة واحدة هناخد كل يوم تلات تمرات بس ده الفطر بتاعنا والغداء والعشاء كل طبق السلطة وكل اللي أنت عاوز ومحشي وخضار بس ديني طبق السلطة وبعدين جبت التقارير بتاعتهم بعد شهر أقسم بجلال الله هذا قيل لي اللي عنده إمساك مزمن ضاع مش حاجة ما يمساك خلاص اللي عنده أنيميا ضاعت اتحسن الدم والدورة الدموية والهالات السودة اختفت هشاشة عظام إمساك ضاع أنيميا ضاعت هشاشة عظام ضاعت الحيوية تدفقت كل ده بتلات بلحات الناس عندنا مش فاكرة أن البلح بيتاكل إلا إمتى؟ في رمضان الناس عندنا ما بيجوش البلح إلا إمتى؟ في رمضان لكن البلح ده بيت لا تمر فيه جياع أهله التمر عندك في البيت طول السنة ترجمة نانسي قنقر